معنا عبر الأقمار الصناعية من الرياضة الكاتب والصحفية الرياضية عبد الكريم الخريجي مرحبا بك معنا أستاذ عبد الكريم إذن كما تبعنا قبل لحظات صدور نتائج مونديال موسكو 2018 وترتيب المجموعات ماذا عن حظوظ المنتخبات العربية وفقا لترتيب الذي شهدناه وقلناه قبل قليل ما رأيك من الأكثر حظا من ضمن مجموعته مقارنة بالمنتخبات القوية التي هي ضمن مجموعة المنتخبات العربية نعم مساء الخير أستاذ أحمد لك مساء الخير للجميع أحييك من عاصمة العرب الرياض وكل عام وشعب الإمارات بخير بمناسبة اليوم الوطني للإمارات أو العيد الوطني للإمارات بالفعل أستاذي أجلية القرعة أعتقد أننا لو خذناها كإجمالا أعتقد أن المجموعة التي تضم بلجيكا بنما تونس إنجلترا هي تقريبا أفضل السعودية ستكون مع روسيا ومصر ولورقواي أعتقد أن كل المجموعات الثمام متوازنة إلى حد ما فيها لما نطلع على الأولى تقريبا تقدر تقوم رشحها روسيا البرتغال المجموعة الثانية هي البرتغال وأسبانيا هي الممكن شوي تكون حضوظها مع المغرب أقوى المغرب سيقع لكن السعودية أعتقد أن مجموعتها مناسبة جدا بوجود منتخبي مصر وروسيا يبدو أن المغرب هو الأصعب ضمن مجموعاته خاصة بوجود إسبانيا والبرتغال صحيح؟ بالفعل المغرب وأيضا ناخذ تونس بوجود بنما وبلجيكا من المنتخبات المتواضعة أيضا إذا استثنينا إنجلترا حتى منتخب إنجلترا في الفترة الأخيرة لم يكن ذاك المنتخب الذي يشار له بالبنان كما هي المنتخبات القوية ماذا سيد محمد عن نجوم العرب مثل اللاعب محمد صلاح في نادي ليفربول الإنجليزي هل تتوقع أن يقدم هؤلاء النجوم لمنتخبات بلدانهم مثل ما قدموه لأندياتهم هل سيكون هناك فارق في حضورهم في خلال من مونديال 2018؟ بالفعل محمد صلاح هو واجهة للكرة العربية ككل وليس لمنتخب مصر محمد صلاح أحدث الفارق مع منتخب مصر ومع فريقة لفربول بالتأكيد يعني هو واجهة والعين بتكون عليهم بالتأكيد أحنا كعرب نحمل طموح كبير أنا أنا سعودي لكن أيضا أنا مغربي أنا أنا تونسي ومصري في نفس الوقت نعم أحنا كلنا بقلب واحد مع العرب لكن إن كنت ترى يعني أنا أرى أن السعودية ومصر وجود ومجموعة واحدة كما كان في 2006 السعودية وتونس كنت أتمنى أن لا يتواجد منتخبان عربيان في مجموعة واحدة لكن بالتأكيد الأمال معقودة كثير على المنتخبات وعلى نجومها بالحديث عن المنتخب السعودي أستاذ عبد الكريم يعني فترة تدريب وجود المدرب الأرجنتيني أخوان أنطونيو بيتزي في فترة قصيرة لإعداد أو تأهيل المنتخب السعودي هل برأيك هذا كافيا لإعطاء زخم أو إعطاء قوة أو ربما ترتيب جديد للمنتخب السعودي ليكون قويا وحاضرا إلى مراحل متقدمة في هذا المونديال المونديال لسه باقي عليه فترة ما يقارب السبعة أشهر تقريبا أستاذ أحمد فترة كافية إذا ما نظرنا بأن المدرب راح يستعين بمدربين أرجنتينيين موجودين في السعودية كما هو مدرب الهلال مدرب الهلال أيضا مدرب فريق التعاون كلهم أرجنتين من نفس جنسيتا ممكن يفيدوه كثير في هذه خصوصا المدرب الهلال له موسمين الحين وعارف كل شيء على الكرة السعودية إذا ما نظرنا من هذا الجانب لكن أنا أرجع أحيي معالي مستشار الدول الملكي رئيس هيئة الرياضة الأستاذ ركيال الشيخ بإقالة المدرب باوزة لأن المدرب باوزة أحدث تخبطات كثيرة في الثمان برايات الودية اللي قامها المنتخب السعودي بكثرة لأخذ لعيبة واستردادهم وأخذوا كما هو مجال للتجارب للأندية وهو وقت يعني أعتقد أنه أسرع مدرب مر على المنتخب السعودي وأقيل لم يستمر أكثر من ثلاثة أو أربعة شهر نعم طيب أستاذ عبد الكريم كي لا يدهمنا الوقت دعنا نتحدث قليلا عن ربما التوقعات بناء على الموجود حاليا بناء على أداء كل من المنتخبات العربية تونس المغرب السعودية ومصر حتى الآن من الأكثر حظا بناء على ترتيب المجموعات وبناء على الأداء طبعا طيب بالأداء إحنا لما ننظرها ممكن سعودية وتونس والمغرب تأهله خمس مرات مصر هي الوحيدة اللي ثالث تأهل لها في كاس العالم أعتقد أن حظوظ المنتخب المغربي قد تكون صعبة السعودية ومصر سيتأهل واحد منهم لا أعتقد أن الاثنين يتأهلون منتخب تونس هو الأكثر حظوظ الأكثر حظا الأوفر حظا هو تونس الأوفر حظا تونس نعم بوجود بلجيكا وبنما أيضا المنتخب الإنجليزي لم يكن ذاك المنتخب لكن منتخب تونس أتمنى أن يعد الإعداد الصحيح لأن تأهله كان مستحق لكن كنا نتمنى أن يكون تأهل في فترة أقرب من الفترة لأنه جاء في الفترات الأخيرة أو في المراحل الأخيرة كان عليه المفروض يتوجب أن يتأهل في المراحل الأولى يضمن تأهل كما هو مصر والسعودية نعم ماذا عن منتخب البلد المضيف المنتخب الروسي يعني ليس له بالعودة إلى تاريخ هذا المنتخب ليس له هذا الحضور القوي ماذا إن خرج من الدور الأول هل سيفقد مونديال 2018 في هذه الحالة زخمه الجماهيري أم أن الموضوع لا يتعلق به لا أعتقد كثيرا أنت لما تنظر لكأس العالم هو عالم المجنونة كما يقال له أو حضور جميع المنتخبات يعني أنا أشوف في السعودية هنا كثير جاسين يحضروا من الآن للحضور يستخرجوا التأشيرات للدخول لروسيا والاستعداد كل المنتخبات ستحضر روسيا ليس لها ذاك المردود أو الإيجابية الكبيرة هذا ما تحدث عنه نعم لا أعتقد روسيا بلد سياحي يعني العالم هو وجهة سياحية من ضمن وجهات العالم بالتأكيد راح تكون فيه جاليات كثيرة ربما لو يفتقد لا أعتقد أنها ستكون أكثر من 7 إلى 8% المنتخبات الثانية راح يكون لها حضور كثير برضو أيضا الجاليات في روسيا كثيرة سواء العربية والأوروبية وهذا أمر إيجابي طبعا لمنتخباتنا العربية أشكرك جزيل الشكر عبد الكريم الخريجي الكاتب والصحفي الرياضي متحدثا إلينا مباشرة عبر الأقمار الصناعية ونتمنى طبعا كل الحظ والتوفيق لمنتخباتنا العربية المشاركة في مونديال موسكو 2018 موسيقى موسيقى موسيقى